عرف انتاج فاكهة القسطل الذي تعرف به عديد المناطق بالجهة الغربية من وليت اسكيكدا تراجعا كبيرا هذه السنة مقارنة بسنوات الفارطة لأسباب عدة يلخصها لنا محمد حمد في هذا التقرير تراجع كبير عرفه هذه السنة انتاج فاكهة القسطل بما أقلها بمناتق أفنسو جواب الواد لرجبل الهلالة ببلدية قنواع حتى ولاد عطية بسكيكدا السنة شفتهم على الطريق قسطل تقول الهب ما كانش افسد منحاش الربافة في السنين هذين فاتوا خسائر كبيرة على المنطقة مش غير علينا احنا بفنسو جوابا قنواع أهلالة الواد لرجبل حتى ولاد عطية وكل راحت ما بقاش مش غير غير علينا احنا احنا فافنسو احنا فافنسو جوابا قول دولارة اربع كين بلا جوايا لا لا ادني هذينك ما كانواع له لابغاك عبامها الزواج هذه الوضعية التي أدت الى تضعف سعر هذه الفاكهة جعلت السكان في صدمة على اعتبار ان الشعبة مصدر رزق مهم لهم يمثل الدقلة في نواحي بسكرة والطولقة وغير ذلك لهذا اعتماد سكان القرية بالانتاج هذا لان المداخل الانتعم يبنيوها على مدخول هذا المنتوج ولهذا السنة هذا يعني اغلبية السكان قالقين لان الانتاج ما كانش وافر يكون الانتاج وافر يتكون السعر يتروح ما بين 80 دينار حتى الـ 150 دينار اما السنة هذه اللي كان الانتاج ضعيف ينتقل من 100 دينار حتى الـ 150 أو 300 دينار للكيلوغرام الواحد دعم هذه الشعوبة وان يضمن دخل العائلات القاطنة بهذه المناطق قبل ضمان بقائها سيدعم لامحالة الاقتصاد الوطني المحتاج الى ذلك خاصة في الوقت الراهن